في ذلي القرار الأخير بالإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وإبقائه تحت الرقابة القضائية معنا من العاصمة الموريطانية نواكشوت الشيخ ولد حندي نقيب المحامين السابق أستاذ مساء الخير أهلا بك دعنا في البداية نتساءل عن هذا القرار الذي يأتي بصفة مفاجئة قبل أو بعد يوم فقط من تأكدات من النيابة العامة بأن القضاء مستقل في رد على المطالب التي دعت إلى الإفراج عن ولد عبد العزيز ما هي التفسيرات والقراءات القانونية لما حدث؟ أهلا وسهلا ما حدث هو حدث طبيعي جدا ولا يتناقض مع بيان النيابة العامة ذلك أن التهمة التي كانت موجهة للرئيس السابق تتعلق بالفساد والحراسة النظرية بالفساد حسب القانون الموريتاني عبارة عن 48 ساعة قابلة لتجديد ثلاث مرات وهو لا زال في فترة الحراسة النظرية والقانون الموريتاني يعطي الحق للنيابة في النبي مرحلة يمكنه أن توقف الحراسة النظرية وتقوم بالبديل عنها وهذا ما تم إذن الإجراءات تمت بالطريقة العادية والرئيس السابق لا زال محل متابعة ولا زال يخضع لهذه المتابعة فقد تم توقف الحراسة النظرية أما الملف لا زال أمام الشرطة القضاية ولا زال المشمولين في هذا الملف محل تحقيق وهو من ضمنهم ليس فيه الجديد إلا فقط تم توقف الحراسة النظرية إذن ما يتعلق بقضية استقلال القضاية المستقل والنيابة العامة باعتبار أنها أعطاها القانون المتابعة والإشراف على المصطرة كانت تشرف على هذه المصطرة ولها السلطة التقديرية في توقف الحراسة النظرية وأوقفت الحراسة النظرية بشرط محددة على المشتبه فيه نعم وبصفة مفاجئة تأتي أو يأتي هذا القرار بعد تصريحات قوبلة باستهجان كبير في موريطانيا من طرف أحد أو محاميين فرنسيين في هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز والمطالبة بإطلاق صراحه فورا وصف هذه المحاكمة وأطوارها إلى حد الساعة أو على الأقل التحقيق بأنها مهزلة يا للأسف ما صرح به الزملاء يتناقضوا مع المهنية ذلك أننا لسنا أمام محاكمة نحن أمام ضبطية قضائية لازمنا في مرحلة الاشتباه ووصف ما يجري أنه مهزلة فهو بالحقيقة يخالف الأعراف ويخالف دور المحامي الذي عليها أن يكون مساعدا للقضاء لا أن يتهجم على القضاء وخصوصا القضية لا زالت في المرحلة الأولى إذن القضاء لم يصطر الحكم فيها حتى الساعة وبالتالي لا مجال لقول أنه هناك مهزلة هذا من ناحية من ناحية أخرى كان الأحرى بالزملاء الفرنسيين على الأقل قبل انتقاد القضاء الموريتاني أن يقوموا بالواجب المهني بما يتعلق بالعراف فمن العراف المهنية أن أي محامي جاء إلى موريتانيا عليها أن يقوم بزيارة مجاملة لنقيب المحامين ويخبر نقيب المحامين بالمكتب الذي اتخذه مختارا لعنوانه وهذا لم يقع من طرف هذا الزملاء وبالتالي كان عليهم أن يتقيدوا هم بالدرس المهني قبل أن يصفوا القضاء الموريتاني أو الشرطة الموريتانية بالمهزلة أستاذ شيخ ولد حندي بعض المتابعين في موريتانيا تخوفوا وأعربوا عن تخوفهم الكبير من استقلالية القضاء وأيضا من قدرته على تحمل أي ضغوط خصوصا في هذه المسألة التاريخية ومحاكمة شخص بمنصب رئيس دولة خصوصا بعدما حدث في اليومين الأخيرين يعني ما صحة هذه المخاوب وما دقت أيضا التوصفات بأن القضاء يمكن أن يتأثر بالضغوط أولا ما يتعلق بقضية القضاء القضاء أثبتت تجربة من خلال المحاكمات الماضية لأنه قضاء مستقيم فليس الرئيس السابق محمد عبد العزيز أول ورئيس تم محاكمته فقد تمت محاكمة الرئيس السابق محمد خونة والهدالة وتمت محاكمة شخصيات مهمة وبالتالي كانت كل هذه المحاكمات يظهر فيها القضاء أنه قضاء مستقل واستقلالته تقتضي أن ينصف من يستحق الإنصاف ويحكم لبراءته ومن قامت لديه دلة قوية باتهامه يصدر عليه الحكم والقضاء الموريتاني قادر على إدارة هذه الملف وقادر على أن يتصدى بأحكام ستكون لا محالة أحكام مؤسسة من الناحية القانونية وبالتالي لا مجال للتخوش ولا مجال للتخوف من القضاء الموريتاني ليس أهلاً لأن يحاكم الرئيس السابق ومن معه بهذا الملف القضاء الموريتاني له تاريخ طويل في المحاكمات الرؤساء السابقين والشخصيات المهمة وهذه المحاكمات لا زالت اليوم موجودة أحكامها وأحكامها بالحقق محل الاحترام والتقدير من طرف الجميع نعم هل هذا يعني أن مسار هذه المحاكمة ستستمر حتى في غياب محكمة العليا في البلاد والتي دستورياً هي المكلفة بمتابعة ومحاكمة رئيس البلاد ما يتعلق بمحكمة العدل السامية الرأي القانوني هو أن محكمة العدل السامية مختصة فقط بما يتعلق بالأفعال التي نص الدستور على أنها من اختصاص رئيس الجمهورية بالأفعال التي نص الدستور على أنها من اختصاص الجمهورية من اختصاص محكمة العدل السامية أما الأفعال التي ليست من اختصاصه كالفساد وكنهب الأموال العام فإنه يساءل عنها أمام القضاء العادي وبالتالي محكمة العادل السامية ليست مختصة في الفساد الذي قام بها الرئيس السابق ومن معه والتهم الموجهة إليهم في هذه الحالة هي تهم من اقتصاص القضاء العادي وكمواطنين العاديين يسألون عن هذه الأفعال أما بما يتعلق بالخيانة العظمى والأفعال التي تدخل في إطار صلاحياته الدستورية هذا طبعا من اقتصاص محكمة العادل السامية لكن نحن لسنا أمام هذا نحن أمام تهمين بالفساد لا تدخلوا في اقتصاص الدستوري لرئيس الجمهورية ربما كسؤال أخير فقط لو سمحت أستاذ بالنظر إلى حجم وعدد الكبير للمشتبه بهم في هذه القضايا ما هي على الأقل الوقت الذي يمكن أن أن تستمر في هذه المحاكمة وهي الآن في البدايات نحن سيدي لم نصل إلى حدنا للمرحلة المحاكمة نحن الآن أمام البحث الابتدائي صحيح وعندما تنتهي الشرطة القضائية من البحث الابتدائي يتحال الملفات إلى وكيل الجمهورية ووكيل الجمهورية سيحلها إلى قاضي التحقيق وبعد التحقيق أنا ذاك في نهاية التحقيق يتحال الملفات للمحاكمة إذن نحن لازلنا أمام مراحل أمام قبل المحاكمة وبالتالي أتصور أن القضية ستأخذ وقت في هذه المراحل القضائية لأنها بطبيعة الحال كما هو واضح من خلال تقرير لجنة البرلمانية فهناك عدد كبير مشمول في هذه الملف وبالتالي سيخضع للتحقيق وللبحث وهذا طبعا يأخذ وقتا أمام الضبطية القضائية وكذلك قاضي التحقيق الذي كذلك هو يقوم بتحقيق آخر مكمل وأقوى كذلك هو تحقيق قضائي ذلك أن المحاضر التي تعد بمرحلة الشرطة القضائية تعتبره مجرد محاضر الاستئناس الذي يحكم عليه القضاء هو ما يصطر عن قاضي التحقيق من اتهاء نعم شكرا جزيلا لك سيدي الشيخ ولد حندي نقيب المحميل السابق كنت معنا من العاصمة الموريطانية نوكشور شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك